احنا تعودنا انه الام يعني لازم الذوب وكننا نسمعها من امهاتنا يعني بترملوا هن صغار قولك انا كل حياتي انتوا كده بتلغي بعارجها بتلغي شخصيتها بس مستعد الدوب بالكامل من اجل الاولاد كيف بتتعامل مع يعني الام الناشحة المثالية هل تمحي هويتها هل تمحي شخصيتها في سبيل تربيت العيلة او الاولاد سؤالها كتير مهم وهيدا حقيقة موجود كتير بعلمنا العربي يعني احنا دايما الام لازم هي تكون هي الشمعة يلي متل ما قلت بالدوب وخلص انتهت بس هيدا مش صحيح الام المثالية مش هاي مش الام يلي هي معايت موجودة ابدا وهون بتغلط الام بس تعمل هيدا الشي حياتها لازم تظل موجودة لازم تخلق توازن لازم يكون في توازن بشخصيتها ما لازم تدوب ما لازم تنتهي بشخصيته ليدا مش بس بتدوب يعني بتتمحى الهوية والشخصية بالكامل بتصير بينسوا اسم الناس بيصيروا يسموها ام اندرو بصلا انا ابني اسمه اندرو بصير انا اسم ام اندرو لا انا اسم اليان ما اسم ام اندرو هذه نهايتها بالمرة يعني فيه ناس انا بعرفهم لا نحكم على الفلسطينيين بهم من هاي ام فلان لا ام فلان وابو فلان عندي اسم اوكي الله خليلي اندرو طبعا بفتخروا انه يعني نفتخر اكيد بولادنا بس انا عندي شخصيتي عندي اسمي عندي مطرحي عندي هويتي ليه بده ضيع هويتي فهذا امر مهم مصر بنادو بالاسم الشخصي حلو بس عنا بفلسطين بنادو دايما ابو فلان او ام فلان حتى بالبناء بكبرياء طبعا بنادو عليها صح فاذا هاي العداد غلط انا بفتكر اذا هاي دي الكلمة ام فلان بتنهيلها شخصيتها غلط لكن اذا بتضل عندها شخصيتها بتضل ام فلان وبنفس الوقت عندها شخصيتها بالذات اذا ابنها دكتور ولا مهندز ام فلان بس هيدا حلو كتير بس كماني انا شخصيتي ما بتمبنى بس او عندي شخصيتي لانه ابن دكتور لا ابن دكتور الله يباركو بس انا لازم يكون الي وجود انا كامرأة وكام الي وجود انا عملته لهيدا الدكتور مش هو طلع دكتور هيك طلع دكتور بفضلي بفضل الام يلي ربي تضحي تعملت بس مش معنات انه تنهي حالة لانه كماني في شغلة مهمة انه الستات يلي بيعاملوا هيدا الشي بصيروا بوقت عم يعملوا كانت بريك داون خلص بينتهوا بصير عندهم مشاكل نفسية مشاكل صحية كل هيدا الاشياء كل هيدا الاشياء بتروحوا بتدوب بعدين مين بديوا يوقفوا بدنا نعمل توازن ما بصير نجي لوقت تصير بيرد آت خلصنا ما اش فينا نعطي خليكن عندنا توازن ما فينا يعني مننا الام المثالية هي الام اللي عم تعطي كل شي كل شي لولادة وهي ما عنده شي طب خدش وقت وقت لحالك عملي شي لحالك